الحلوة ايه تمليناش كل قضية مهمة تخص جهز منع تغزية سليمة وبيوعدكم مش كده بس ومنع لي هكتر أنواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي أولي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الشفاء والبركة والأثر والنفع وأن يجعل فيها البشرة للسادة المشاهدين في كل بلاد العالم الحقيقة أن احنا دايما نذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يمكن الحلقة الماضية اتحدثنا عن البركة في العلم البركة في القراءة مش قلنا ثمرة القراءة لا قلنا البركة في القراءة يعني البركة في القراءة يعني أنت تقرح حاجة وربنا يبارك لك فيها فتنتفع مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وانفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربنا الكلمة الطيبة سواء كلمة طيبة دي كانت مقرؤة مكتوبة مسموعة الكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة يعني علم نافع فربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وإذا أردت أن يمنحك الله تبارك وتعالى علما فعليك أن تقدم ما عندك من علم والبخيل بعلمي أشد عذابا من البخيل بما اسمحوا لي أن يعني أقرأ لكم بعض العنوين يمكن أنا أقولت لكم في مقدمة كتابنا رشتات غذائية طبع العشرة أنه ما عندما يتجدد يتبدد ويتخلف طبعا في أسادزة كتير يعني إيه تجدد يتبدد دي أنا مش هتجدد أنا شفت واحد بيدرس كتاب تكسوكولوجي أو سموم كده بقى له 30 سنة بيدرس كتاب تتجدد إيه حضرتك هي السموم هي السموم زي اللي بيدرس أناتومي وهو في حاجة في العضلة زيادة ولا تندن زيادة ولا وطر زيادة ولا واللي عندنا عضمة زيادة بتطلع هو علم ميت ده علم الجسس ده علم ميت زي اللي بيدرسه لكن عندنا برضو ما لم يتجدد يتبدد ويتخلف في يعني وسائل أخرى للتجديد بدأت تخش عملية الأشعة المقطعية وبدأت تخش الأوعية دوبلرز إنما العلم الأناتومي الوحده ده علم ميت ما ينفعش يعني أصبح لا يعني لا يصح أن يدرس دلوقتي بقت فيها جهزة جديدة جدا وحديثة تخلي الإنسان يدرس الإنسان من غير ما يأذيه يعني يجيب أي إنسان ندرسه أوعية وأوطار وأعصاب وعظام وعضلات ومن غير ما تؤذيه عضلة عضلة كده يعني هل يا ترى نفضل قدام علم من أنات مباية العمر هادي مثال ما لم يتجدد يتبدد ويتخلف في أي مجال من الحياة مراحل التعلم ثلاثة المرحلة الأولى أن تتعلم لغاية عشرين سنة مثلا بتحفظ المرحلة التانية أن تعلم غيرك هتبقى معيد بقى ولا مدرس مساعد يشتغل عشرين سنة كمان يبقى عندك أربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أني تبت وليك وإني من المسلمين بعد الأربعين في مرحلة الإبداع والابتكار يعني ممكن تجد أستاذ في الخمسين من عمري في الستين من عمري لا إبداع ولا ابتكار ولا مخ حتى يعني تلاقي مخ استهلك وتلايف في الأيام اللي فات وبدأ يخش في مرحل الزهايمر يعني أسوأ حاجة والله العظيم يعني رأيته في بعض الأسدزة الزهايمر بدأ النسيان كأن المخ بدأ ما العلم يعمره بدأ ما العلم ينوره العلم بدأ يأكل فيه فأصبح بيدينا زهايمر ونسيان ومعلومات غلط وتكلمنا عن تعليم الأنبياء وتعليم الشياطين وقلنا إبليس الذي فيه مدارسنا وجامعاتنا بدأ ما العلم لله بقى للشيطان وبدأ للعلماء ما هم ورسة الأنبياء بقى ورس العفاريت الزر وبدأ ما الأئمة العظام هم اللي كانوا بيصرفوا على طلبة العلم وهم اللي بيكسوهم أصبحوا الأسدزة بيمديوا ديهم للطلبة في الدروس الخصوصية أو البتاعة حلقات تبسيط الطب يوميا هتنزل الساعة كم وكام حلقات تبسيط الطب طيب يبقى البرومو بتاع حلقات تبسيط الطب هينزل بعد الحلقة تمام وهينزل الموعيد بعد كده نعلن على الموعيد من الأسبوع الجاي إن شاء الله آه إن شاء الله دلوقتي بنقول إنه ملم يتجدد يتبدد ويتخلف في أي مجال من مجالات الحياة وإنه مراحل التعلم ثلاثة إياك أن تتوقف عند مرحلة فتموت مرحلة التعلم مرحلة التعليم والأستاذية ومرحلة الإبداع والابتكار هل تعرف أحدا تخطى هذه المراحل يعني فيه أسات زماشة كده ولا وبعدين اتكلمنا على تعليم الأنبياء وتعليم الشياطين وقلنا أن علم الأنبياء يعني علم يعني نوهبه للناس علم نافع فيه بركة وأثر أما علم الشياطين والعياذ بالله فده علم فاسل ما بيديش أي نتيجة الشيطان لا يريد لأحد أن يتقدم أو يبدع ولو لقينا واحد عايز يبدع في مدرسة أو في جامعة نحطمه لابد أن يختار دليل قافلتنا أعمى ويدرب المبصر فينا على عينه إن اختار دايما الدليل أعمى ومغفل ومنافق واللي هيفتح لازم نضربه على عينه عشان يعمى طبعا يعني لابد أن نختار أدلة صحاحا لكن هنجيب الأدلة الصحاح منين واللي موجود والعياذ بالله ربش كنا بنتكلم عن المشروع البحسي الموحد في كل كلية جامعية وكنا بنتكلم على الأقسام ليه كل كلية ما تعملش بأقسامها كلها بحث موحد البحث الموحد ده هيوحد جهود الناس ويبرزها أدي مشروع كلية الزراع كلها جميع الأقسام أدي مشروع كلية الهندس كلها جميع الأقسام أدي مشروع كلية الطب كلها جميع الأقسام يعني لابد من هذا المشروع تعالي نقول مثلا أين لماذا لا تتحول المراكز البحسية إلى كليات جامعية ليه ممكن احنا قلنا الكلام ده عدة مرات قبل كده ازاي قلتلكو انه بقالنا سنين طويلة وتجد ان المركز البحسي لا يستطيع ان يبحث او ان يعطي او ان يمنح درجة المجلسير او الدكتوراه يبقى عندي عشر تلاف دكتوراه في مكان وما يقدروش يدل طالب درجة مجلسير او دكتوراه لازم الطالب يروح يسجل في جامعة والشيء الغريب انه يناقش مرتين مرة يناقش في القسم بتاعه في المركز البحسي وبعدين يبقى ايناقش في الكلية يعني بنعمل ثقل عالطلبة عالفاضي فبقول لماذا لا تتحول المركز البحسية لكليات جامعية حرام عليكم هذا الاهضار للاموال عشرة الاف دكتوراه في مركز بحسي واحد العشرة الاف دكتوراه دول يعملوا عشر جامعات الامل والعمل والحركة نحن مخلوقون من اجل الحركة قل سيروا في الارض فالحركة مفتاح السعادة والصلاة الصحيحة بسجودها والركوعها هي الشفاء محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ايه ركعا سجد واحنا بنكلم على العلاج لا ننسى ان التدمير النفسي بيدمر العلاج فلو وجدنا مريض مثلا ما بيخفش يبقى نعرف ان هو غرا مشكلة نفسي كلمنا على الاغذية السحرية السبعة وقلنا انه دايما الانسان بينوع في طعامه يعني ينوع يعني دايما اكله منوع فيه بروتين وسمكة وصلطة وزبادي وفيه حاجة كتير قوي هذه الاشياء بتساعدوا على الشفاء انتقلنا الى المدارس المنتجة والكليات المنتجة والمعايد البحثية المنتجة وقلنا لابد ان يتحول الجميع الى انتاج فاذا كانت المدارسة المنتجة يبقى الطالب يقبض واذا كانت الكليا منتجة يبقى الطالب يقبض وهكذا هل يمكن ان تتحول المدارس الى المنتجة نعم تحولت وانا اعرف مدارس ملحقة الان بمصانع وهذه المدارس بتدر دخل على الطالب انتقلنا الى حاجات جميلة وانحنا ندرس المقدمة بتاعت كتابنا رشتات غذائية الطبعة العشرة بنكلم على العلاجات اللي ربنا وفقنا اليها وخاصة علاج الفشل الكلوي وكيف فتح الله علينا لانقاذ ملايين المرضى من الغسيب جانئ بعض المرضى العيادة بيقول لي والله يا حضرتك ربنا فتح عليك فتح كبير بحيث ان انت اذا لم تستطع ان توقف في الغسيل تماما فعلى اقل الدكاترة دلوقتي ما بتحولش حد للغسيل الا اذا زاد الكرياتين عن عشرة والبولين عن تلتمية وبقى يعني حلا مستحملش مستحملش يعني لكن الاول اتنين تلاتة رح يخسل ده ما ينفعش ما يرضيش ربنا وكان فيه دكاترة لما الكرياتين يبقى اتنين تلاتة يقولوا المريض يعمل عملية شنط عشان نلحق نغسل فالحمد الله حضرتك لغيت الموضوع ده في بعض الناس الذين استجابوا ربنا شفاه انتقلنا الى يعني حاجة مهمة جدا وهي ان الادوية كلما كانت ابسط كلما كانت افضل نضرب امثلا لو واحد عنده نازلت برد وجاب لمونتين وفصين توم وحاجة سخنة وبدأ يعني يدوي نفسه الاول كده حاجة بسيطة وبعدين يبتدي ينام كويس يستريح بالليل ما فيش صهر كذا كبادق جسمه يلم يبقى كويس لو ما خفش من الحاجات البسيطة ينتقل الى مستوى اعلى يعني يبتدي ياخد ايه بقى ياخد مثلا مسكن خفيف ياخد مثلا فيتامينز راس ياخد حاجة من الحاجات البسيطة ما نفعش ياخد مضاد حيو مضاد حيو اللي بياخده بياخده مضاد ضعيف خلاص يبقى انا ماشي بمراحل مرحلة الغذاء الاعشاب طبية مرحلة مسكنات خفيفة مرحلة بقى لازم افحص وعمل تحلي في بعض الناس بجبن الآخر يعني يه جبن الآخر ما بتديش فرصة للجسم انه يعمل مناعة انما على طول يروح مديله اقوى مضاد حيوي واقوى مسكن واقوى طب افرض ان الميكروبات فلتت منه انت ضيعت على جسمه فرصة الشفاء انت كده ضيعت عليه فرصة الشفاء من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ان وفقنا يعني لعلاج الحروق مثلا والجروح العميقة وحتى القدم السكري بدل البتر يعني فيه ناس جات لنا نلحقها قبل البتر والمفاصل الصناعية والحمدلله لحقنا الناس بدل ما يركبوا مفاصل الصناعية فاذا كان ربنا وفقنا علشان نعالج الناس قبل التسرع في الغسيل كله انقذنا ملايين البشر من الغسيل والله ناس سمعتني واليوتيوب وناس سمعت اليوتيوب وخفت من غير مجيل وربنا اعاننا على ان نصبر من اجل حماية المفاصل من التغيير لو كل واحد مفصله واجعله غير مفصل الكتف غير مفصل رجبة طب وبعدين وساعات ربنا سبحانه وتعالى وفقنا اللي احنا نحمي الناس من بتر الثدي او قطع الثدي عند السيدات مش كل واحدة عندها كل كاعة تروح تقطع الثدي واكرمنا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ننقذ الشباب من عمليات دوال الخصية كل واحد يعني يسرف على نفسه شوية يروح لدكتور يقوله نشيل الايه؟ يقوله نشيل الخصي بتصدق ان احنا دلوقتي بنعالج بأشعة الشمس والدفن في الرمل وبنعالج بأشياء طبيعية وبنحاول نخلي الناس يعني اقرب الى الطبيعة منها الى الادوية بنضطر الى الدواء في الاخر ناخد اقل كمية اقل جرعة مناسبة للمرض في بعض الدول وظيفة اسمها ترويد الحيوانات يمر شاب على احد البيوت بياخد الحيوانات الكلاب او القطط في نزها لا تقل عن ساعتين كل يوم كل يوم ساعتين يفسح القطط والكلاب الكلاب بتتفسح وتلعب ساعتين كل يوم ده للقطط والكلاب في الفلاحين طبعا لازم عارفين كده الفلاحين ان هما لازم يخرجوا البقر والجموس والمعيز والحمير وواواوا لازم يخرجوا من الضر الغيط في مسافة متقلش مثلا مثلا عن عشر كيلو رايح جاي في رحلة تبدأ مع شروق الشمس ويعود بالحيوانات مع الغروب حركة الحيوانات الاغنام والماشية رايح جاي دي حركة جميلة جدا حركة القطط والكلاب حركة جميلة جدا طيب ده بالنسبة لي الحيوانات طب والبناء دمين هل البناء دمين محتاجين يخرجوا في ساعة ساعتين كل يوم يمشوا زي بقيت مخلوقاتي لا ولا لا يعني هقولك على حاجة غريبة جدا ساعة اتكلم ناس اقول لواحدة ستة مثلا عندها شاشة عظام وقالم في العظم اقول لا لازم تمشي في الشمس ساعة كل يوم طب تقول لي لا زوجي مش موافق اولادهم مش موافقين وهو يعني احنا نوافق ان الحيوانات تتحرك في الشمس عشان ساحطة ونمنع اولادنا وزوجاتنا من ان هما يتحركوا في الشمس خليهم يموتوا وخلي العظم بتاعهم يبوشوا بقامل زي البسكوت ده اللي انا بس عايز اقولكو عليه يعني وظيف الترويض الحيوانات لكن ترويض البنى ادمين لا طبعا فيه كارثة انسانية اسمها حبوب منع الحمل وهرمونات منع الحمل وكابسولات منع الحمل وحقن منع الحمل الاسادزة اللي بيكتبوها بتوع النسا بيقولوا للناس دي عادية جدا ما فيهاش اي حاجة كل الناس في العالم بتاخد حبوب منع الحمل وحقن منع الحمل وكابسولات منع الحمل فيه حقنة طويلة المفعول بتاع ثلاث شهور وفيه كابسولة كذلك وهو دي بتعمل سرطانات هشاشة في العظام بتجيب مرض السكر بتخلي الزوجة عايزة تقتل زوجها وولادها اغلب حالات الطلاق اتعمل بحث في مركز قومة الحصول الاجتماعية فوجد انه اكتر من 46% من حالات الطلاق جت بعد اخذ الحقن بتاعت منع الحمل طب ما ناخد ايه فيه عندنا وسائل امنة شوية منها اللولة بالعزل الموضعي العزل الطبيعي فيه حاجات كتير فيه 13 وسيئة للمنع الحمل انما بعض الاطباء بيقولوا للناس احنا ما عندناش غير يا حبوب منع الحمل يا حقنة منع الحمل دي كارسة الحقيقة لانها بتبوز جسم السيدات ويجيب لهم سكر وهشاشة عظام وشعرهم يقع وجسمهم يملى مية وتدخن وبتجينا الست بعد خمس 6 شهر من حبوب منع الحمل شكلها وعش جدا كثير من العمليات الجراحية اسمها العمليات الفشلة او المرتدة زي عملية اللحمية بتاع القنف عمليات البواسير الدوال الخصية الغضاريف عمليات التجميل تصغير السادي تجبير السادي اللي مش عارف نقل الكلة نقل الكلة بقت من عمليات الفشلة حتى عمليات القلب المفتوح بقيت من العملات الفشل في عملية تصغير السدي وتكبير السدي أنا جالي مريضة عملت عملية تجميل فشالت دهن من البطن وكبرت السدي يعني كان عندها سدي صغير فكبرت السدي بعد شهرين تلاتة السدي صغر تاني ورجع مكانه ورجع الدهن اللي خدوه ورجع مكانه تاني الشيء الغريب انه المفروض الجراح يشرح للناس العملية قبل ما يعملها لكن لا 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 ده بيقول للمريض مسلا هنقله كلا اضرب لك مسألة صغيرة المفروض ان انا اقول للمريض اللي هنقله كلا خلي بالك ممكن الجسم يرفض الكلا دي خلال سنتين تلاتة خلاص اقوله خلي بالك ان الجسم اللي افسد الكليتين بتوعه يفسد اي كلية جديدة ده لو طبيب بيتق الله لو دكتور بيحب ربنا لكن الدكتور ما بيحبش ربنا ولا بيتق الله هيقول له ايه هيقول له ايه ده احنا نعمل لك كلا وتعيش بها بيت عمرك بيت عمرك بيت عمرك وده موجود في العالم كله يعني هو فيه واحد موجود على وجه الدنيا عمل نقع زرع كلا وعاش بها بيت عمره الموجود في الكتب كلها ان عمر كلا المزروعة من خمسة لعشر سنين وبعدين بيغير بكلية تاني انا جالي ناس العيادة غيروا كلا تلات مرات تلات مرات زرع كيلة ثلاث مرات يزرع في الحوض وتفشل يشيل بعد سنتين ثلاثة يزرع في الحوض وتفشل ويشيلها بعد ثلاث سنين يزرع وهكذا لان الجسم اللي بيفسد الكلية بتاعته يفسد ايه كيلية تانية كان مفروض ايه لا كان مفروض ان احنا نفكر نشوف ايه الجسم ده في ايه ازاي نداول اكسان مضادة ما احنا بنداول اكسان مضادة بنديله سلسبته وبراجرافه بنديله كورتيزون ده احنا حافظين حلوة اوي ده احنا حافظين حلوة اوي والله ولا الكلام ده بينفع خالص ولا الكلام الاقصده بينفع خالص بنتكلم على البركة في الابحاث العلمية يعني ايه بركة في الابحاث العلمية يعني انت عملت بحث رسالة مجلسيرة ودكتورات له بركة واثر ونفع وتقدر ترفع راسك كده وتقول انا اشتغلت على كذا والله العظيم والله العظيم اكتر من 99% من الابحاث الباحثين اللي عاملوه بيسلحوا منه يعني اللي عامل المجلسير أو الدكتوراه خلص المجلسير واحد بكلمه على المجلسير بحثت شلو أنا خلاصه ناش قلت له خلاصه ناش هو سلق بيض آه ما أنا رضيت المشرف ده ورضيت المشرف ده ورضيته وخلصه حرام عليكو على المشرفين حرام عليكو على المشرفين وبعد ده المشرفين وقال له ده المجلسير ده تدريب على البحث طب دخل دكتوراه الدكتوراه تدريب على البحث كلنا تدريب على البحث يعني الطالب بيتدرب والأساتزة بيتدرب ونفضل كده نتدرب حوالي نفسنا فهل سألت نفسك عن البركة في البحث البركة في العلم اللي انت عملته ده هو بركة أو لا انت واخد مجلسي الودكتوراه زي ايه حملة المجلسي الودكتوراه وفيين يتسولوا علشان يجدوا وظيفة والله العظيم والله العظيم لو كان الدكتوراه بتاعتك فيها بركة أو فيها علم ينفع الناس كانت الناس طلبتك بالاسم بالاسم كانت الناس طلبتك بالاسم لكن انت اهو خط درجة بالسلام هل في بركة في العلم معقولي با عندنا عشر تلاف دكتوراه في مركز بحثي واحد سواء البحث الزراعية أو المركز خلال البحث أو 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 عشر تلاف دكتوراه والله والله العظيم اكتر من عشر تلاف دكتوراه في مكان واحد وتيجي تدور عليه وما تلاقيش ألف واحد منه ومتسعة تلاف مسافرين وما حدش يقول لحد انت بتعمل ايه كانوا لا يتنهون عن منكرين فعلوه ولا بيسا ما كانوا يفعلون وبعدين بنتكلم على خداع الشهادات العلمية للأسف الشديد لانك انت ساعات تخدع بان حد معا شهادة ودكتوراه واستاذ تعود معا تتكلم معا تلاقي يعني استغفر العظيم شهادات ايه ودكتوراه ايه وكده ايه اتكلمنا على بعض الاسات زي في اجتماعيهم الشهري في مجلس الكلية أو مجلس الجامعة بدل ما يقدموا ابداعاتهم ويقدموها حلول للسياسيين واصحاب القرار بيعودوا اشتموا بعض وإلعوا البعض الجزم وطبعا بعضهم يجي يقول لي على اللي حصل في مجلس الكلية أو مجلس القسمة حاجة كده اخلاق عالية الحقيقة يعني محتاجين للبحث العلمي الجماعي وتتحول المدارس الصناعية الى بيوت خبرة وتتحول الابحاث العلمية بتاعتنا الى حاجة مضيئة عاوز اقول لكم على حاجة غريبة قبل ما اكمل الموضوع بتاع النهار الحقيقة احنا بنقرى من كتابنا مقدمة الطبعة العسرة رشدات غذائية والطبعة التانية التغذية العلاجية المصورة والكتب دي توزيع الاهرام ودهار صرح وموجودة عندنا في العياد احنا رحنا معرض القاهرة الدولي الكتاب وطبعا يعني يعني المعرض رغم ان هو حدث ثقافي لكن لا يوجد تكريم لمؤلفين ولا يوجد تكريم لاحد ولا احنا بنرس كتب ونشيل كتب بنرس كتب ونشيل كتب وبعدين الشباب رايح مش كل واحد عامل حسابه على 200-300 جنيه يشتري كتب لا كل واحد رايح معا 5 جنيه 10 جنيه يجيب سندوتشين ويقطع تسكرة بجنيه ويروى ولو لقى كتبين بقى من على سولة بكية كتاب بجنيه ولا حال فطبعا احنا بنحط ميزانية للأكل انا ممكن اجيب سندوتشين السندوتش ب30 جنيه لكن مش ممكن اجيب كتبين الكتاب ب30 جنيه معين ايهما اكثر بركة سندوتش اكله ب30 جنيه او الله العظيم سندوتش ب30 جنيه في يعني مش عايز اقول موظف كان عندي طلب سندوتش ب52 جنيه والله العظيم السندوتش ب52 جنيه فطلب السندوتش ب52 جنيه سندوتش اكلة واحدة مرة واحدة لو هو بال52 جنيه دي والجاب كتابين او تلاتة اعتقد انه هيبقى انسان عظيم اوي اوي ال52 جنيه دي اكلة واحدة لقمة واحدة طيب بتكلم انا على موعيد الاعادة ان شاء الله البرنامج ده بيتعاد بكرة الجمعة ان شاء الله الساعة 11 ظهرا والحد 11 ظهرا واهم من هذا البرنامج روضة القرآن يوميا ان شاء الله تسعى لربع صباحا وتسعى لربع مساء نشوف بس شريط هيبقى مكتوب عليه الموعيد واهم من البرنامجين دول ان شاء الله يجي برنامج جديد اسمه تبسيط الطب كل يوم هديك خمس دقايق كده يتعل هيعلن عن موعدها هنشوف البرومو بتاع تبسيط الطب بعد هزا البرنامج وهنشوف يا ترى هل احنا هنقدر نقدم حاجة للعالم ولا تبسيط الطب ده تقوم بي وزارة صحة تقوم بي كلية طب يقوم بي مجموعة اقسام رؤساء يعني اذا جروب يقوم بي مجموعة مش يقوم بي واحد مؤلف وكاتب وملحن ومغني وممول ومنتج ومبدع كل ده واحد بس لكن هو ده الزمن الجميل الطب عندنا الدكتور يقعد عشان الناس يدي له فلوس وبعندنا حد يصرف على طب ولقى طباء يتعاودوا ان هما لما يطلعوا يخرجوا لما يكشف على عيان يدي له فلوس هتصرف بقى انت على البرامج وتصرف على علم وتصرف على طب وتعلم الناس وا 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 ليه ليه وجعل قلب فان شاء الله برنامج تبسيط الطب يبقى يوميا خمس دقايي يا رب كل يوم نقدم مرض جديد والعلاج البسيط بتاعه روضة القرآن يوميا تبسيط الطب يوميا انا برحب طبعا يعني بالمتفوقين طبين واسات الطب نحطوا يدينا في يدين بعض الرسالة تقيلة جدا الشيلة تقيلة قوي طب انت واحد بقولها هتستفيد ايه لما تبسط العلم للناس وتبسط الطب للناس استفيد ان اللي قدامي مسقف ما يوجعش قلبي المريض بتاعي المسقف جاي جايب يجيب لي معاه وظائف كبد ووظائف كلا وصور الدم وجايب لي الدهون مريض مثقف بدلا ما قوله روحامك فيه مريض تاني بيغسل باله 3-4 سنين اقول له معاك وظائف كلا اقول لي ها وظائف كلا ها مش عارف يعني ها وظائف كلا بقولينه وكرياتين ويريك أسد وكالسيوم وبوتاسيوم وصور الدم مش عامل الناس بتخسل بقى لها سنين الناس بتخسل بقى لها سنين مش عارف هي بتخسل ليه واحد عنده السكر بياخد علاج السكر ماعرفش عني سكر يعني دهون الدم ماعرفش عني أملح الدم ماعرفش هي حاجة طب انت بتاخد علاج السكر عليها سياسية الدكتور قال لي ايه وعد تسيب الإنسولين إنسولين ايه عامه وفي واحد سكره اقل من 200 بياخد انسولين ده الانسولين ده بيتفصل كل يوم كل يوم لو زاد السكر عن 300 بياخد 30 واحدة 440 واحدة 550 واحدة وهكذا انما انا سكري 100 120 اخد انسولين واخد الجرعة من هنا واترعش من هنا ويجي لرعشة وعايش ااكل وطبعا الانسولين بيرمي دهن والانسولين بيبوز الكلة والانسولين بيبوز العنو وده يا سودا ده يا سودا في حد سكره غالب من مية ياخد انسولين نفس الكلام بالنسبة لاليه بتوعت ضغط بتوعت ضغط الراجل ياخد الدواء والضغط ويدروخ الستي داو يدروخ ليه الستي كده ده ضغط ديسنين على السنين الدكتور قال لي ايه وحت سيب الدواء ايه وحت سيب الدواء الله يسمحه تب الدنيا ضغط ادهورة بقاله قدوية الضغط عملت زهايمر ونسيان وقعت الشعب وعملت ضعف جنسي أدوية الضغط بهدلة الدنيا وأنا قلت لكم زمان لا يوجد دواء مدى الحياة لا يوجد دواء مدى الحياة والدواء يتغير حسب تغير سلوك المرض اتكلمنا يمكن في نقطة صغيرة قبل منقل على الأمراض على نقطة اتكلم فيها الناس كتير قوي الأسبوع اللي فات هي مسألة غلاء الأسعار غلاء الأسعار كلنا مسألة عن صغيرة الأسعار والتجار الجشعين وكيف أن التاجر الجشع بيعمل كذا وكذا أنا طبعا استغربت جدا مع أن هم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا النبي محمد ألا تسعر لنا حطلنا أسعار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الذي يسعر الله هو الذي يسعر يعني الله هو الذي يسعر يعني اللي بيحط الأسعار ربنا معناها ايه الكلام ده معناها ان اي سلعة في الدنيا اي اكل اي سلعة بتتبعه الشترة عرضه طلب فاذا زاد العرض قل السعر واذا زاد الطلب وقل المعروض يعني يقول اذا زاد العرض وقل المطلوب العرض زاد يبقى السعر الي خضار فكهة طماطم الانتاج كتير جدا فلازم السعر ينزل طب لو الانتاج قليل وفي مشكلة لازم السعر يعلم هذا الكلام لا يتحكم فيه احد يعني ايه يعني ربنا هو اللي بيعمل كده قالوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سعر لنا سعر لنا حط لنا اسعار قال الله هو الذي يسعر مين اللي بيسعر ربنا طب نحط اسعار استرشادية استرشادية للناس يبقى معروف بس ان فيه كذا وكذا وكذا هلوكو حاجة غريبة جدا في كل بلاد العالم لما نزل اسعار البترول اسعار البترول كان البرميل 120 دولار نزل سعر برميل البترول لهذه الايام اقال من 30 دولار فلما تقول انت بقى من 120 ل30 فنزل الربع يبقى انا لو بشتري لو بشتري لتر البنزين مثلا ب2 جنيه يبقى المفروض ينزل يبقى ب50 قرش اللتر كان عندنا ناس بيكشفوا عندنا من سويد والداني ماركو غيره فسألته هل لما رخص سعر البترول في العالم كله هل نزل سعر البنزين عندكو؟ قالوا اه بس هو نزل علشان احنا بنتعامل بالسعر الحر يعني سعر حر قال لي يعني هناك سعر البرميل البنزين في ستوكولم او في السويد 14 دولار 14 دولار ده للتر فنزل اتنين دولار بقى كان بقى ب12 دولار وعلى فكرة في السويد كل بنزين ما بيتبيع براحطة دي بيتبيع ب12 دي بيبيع ب11 بيبيع ب10 كل بنزين ما حتى سعرها هو حر انا اول مرة اسمع الكلام ده يبقى هو نزل اه نزل اتنين دولار بس لسه البنزين هناك بيتبيع بقى ب12 دولار للتر هنا في بلادنا العربية مصر مثلا لتر البنزين عندنا ب2 جنيه و60 قرش يعني ما يسويش يعني نقول اتنين جنيه من 12 يعني ما يسويش واحد على ستة من بار فهنا دعم كبير جدا 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 للبترول لو نزلت بيه للعشر ربنا اللي بيسعر الاشياء هندرب مثالين صغيرين في اللحوم مثلا ونشوف العاملات الجراحية اسعارها ايه في اللحوم مثلا انا عندي راجل بيربي عجول في بلد عجول بقر او جموس عشان الدبح الراجل ده بيشتري العجل صغير 4000-5000 بيأكله بحوالي 10000 جنيه ويبيعه لازم يبيعه 15-16000 جنيه عشان يكسب 2000 جنيه وقضى هو السنة كده على الفاضي ما جابش مالين لو الراجل الجزار اشتري العجل الجاموسي او البقري ده ب15000 يبقى كيلو اللحمة عنده ما يقلش عن 70-80 جنيه الحاجات اللي انا بقولها دي حاجات عرفها الناس كلها يبقى فيه سعر مواشي فيه سعر علف سعر اكل يعني علف وفيه اسعار عمالة انت مشغل الناس عشان وفيه انا جزار اشتريت بسعر كذا اقل عن كذا ازاي لو ما انا بقى جيلة كنت بيبيع ب70-80 وروح نزلك لحمة ب30-40 جنيه وقولك ان دي بلدي لا كده كده وسعت قوي انه منزل 5 جنيه 10 جنيه بقى ده دكرم من ربنا لكن ننزل قال لي من كده يبقى انت حرقت ناس كتير ازاي لما اقول انا مثلا واحد بيبيع فراخ فبيبيع مثلا الاوراق الفراخ الكيلو ب16 جنيه وانا اروح بنزله الفراخ ب8 جنيه لوراك طب وهو الفرق يجيبه منين يعني كده كده هيضيع يعني كده هيضيع عشان كده بقول انه مسألة غلاء الاسعار وفرو الاسعار ده اسعار ستندرد لما تقل تقل جنيه 2 جنيه لكن لما تقل الحاجة للنص نترعب يعني نترعب يعني ما ينفعش اللحمة تبقى ب80 وانت تشتريها مجمدة ب10 جنيه او كيلو جبنة مثلا كيلو جبنة ب30 جنيه وانت تروح تشتري جبنة بودرة ب12 جنيه كيلو يبقى اللي هيبيع لي جبنة بودرة ب12 جنيه كيلو دي مشكوك فيها ده بودرة ده مصرطنة يعني كيلو جبنة الطبيعية الاسطنبولي او بقولوا عليها البراميل او غيره دي ب30 جنيه كيلو دي كلام فيه نسبة ربح صغيرة انما لما تيجي تقول كيلو جبنة ب10 جنيه وب12 جنيه ده بودرة يا بيه ده يعني اللبن جاي لنا شكاير بودرة بنجيب الشكرة ب50 جنيه نعملها صفحتين جبنة ما ينفعش كده الناس قليلة هي اللي تفهم هذا طبعا دخلنا في مشكلة كبيرة مشكلة اللحوم المسببة للسرطان زي السوسيس والبرجر وزي اللحوم المصنع والبلوبيف واللانشون والبصر كل ده بيسبب سرطانات واتفقنا ان منظمة الصحة العالمية اعلنت هذا وبقى فيه دلوقتي اكتر من 26 دولة بترحب بقرار منظمة الصحة العالمية كل الناس اللي شغالة فيه انتاج اللحوم تديري انتاج اللحوم فرش يعني اللحوم فرش زي ما تعودنا البهيمة قدام الناس كلها تدبح وتتباع لحمة طيب ما فيش حاجة اسمها نخش المكان ونفرم ونعجن ونبيع للناس مش عارف ايه وحط عليه برجر وحط عليه مايونيز وحط عليه كاتشاب الكلام ده كله ولسه لغاية دلوقتي فيه ناس بتشوي اللحوم يعني مش عايز اقول اللحوم المسارطنة دي واخسن بالله بشم زي مايكون بيشوي لحمة ميتة بيشوي لحمة ميتة وطبعا لسه فيه محلات كبيرة بتشوي لحمة ميتة لحوم فراخ ولحوم بار كلها لحوم ميتة كلها لحوم مسارطنة وخلاص الضحك عدوهم بطلناه والناس بدأت تفهم الناس بدأت تفهم فطبعا الاسعار بيبقى فيه اسعار استرشادية لو لقيت ان حاجة وعت قوي لا اشك على طول لو لقيت ان فيه في الموضوع كذا يبقى خلي بالي طبعا واشنا بنتكلم على الطب المفروض ان الطب دي مهنة انسانية بنقدمها لله عز وجل لكن فيه ناس اتخذوا من الطب يعني حاجة كده الكسب يعني غير المعقول مش غير المشروع يعني مثلا واحد يقول لي انا رحت عنده واحد رئيس الجمعية جمعية الام اس جمعية الام اس وبعدين الكشف عنده ستمية والاستشارة بثلتمية ومش عارف تدي اللي على الباب بقى دي ألف جنيه طيب ماشي وبعدين ايه نتيجة ولا حاجة الدني انترفيروم بيتا انترفيروم بيتا ما يديه اي ولد لسه متخرج من كل الطب ايه المشكلة فطبعا للأسف الشديد يعني احنا عندنا بقيت اسمع عن اشياء غريبة جدا غريبة ايه ده امار لو انت بتلعب في مرض لوحدك ده يعني الام اس لو دخل عليه اي طالب اي مصقف دخل على النت هيجيب معلومات ما لاش حل ادوية وعلاجات ومحاولات كل حاجة انت بتشتغل لوحدك في عالم اصبح مفتوح مش كده ولا ايه في ناس لسه عايشة الحلم وعايشة الدور لكن انا عايز اقوله ان احنا نقدم هذا العلم لله بنقدم تبسيط الطب احنا دلوقتي يعني يمكن عملنا اكتر من ستين حلقة ربنا يكرمنا ونعالج الباقي قدمنا علاج للقلب قدمنا علاج للكبد قدمنا علاج للقولون علاج للعظام علاج للهرمونات علاج للتورم علاج للضغط علاج للانيميا كل ده موجود في كتابنا رشتات غذائية وكتاب التغذية لعلاجها المصورة علاج الضغط علاج الانيميا علاج الترجيع علاج مشكلات المعدة علاج البرستاطا علاج الهرش والتنميل علاج ضيق الحالب والاملاح والحصوات علاج اي مرض مناعي زئبة حمرة روماتويد باسكولايتس كل ده الحمد لله علاجه يعني بسيط وموجود ومتوفر مش هو ده العلاج الفصيدلية مش ميزوتريكسيت وبلاكونيل وهيدروكين وكورتيزول لا 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 حاجات تانية خالص وبعدين علاج السكر علاج الضمور الكلوي علاج التعفن الكلوي علاج التحاوصل الكلوي البوليسيستيك كيدني علاج الالتهابات المزمنة ايا كانت والعلاجات النفسية الخوف والقلق وان احنا نعطي للمريض جرعة من الامل والتفاول لغاية لما نشغله جميع الايه الاجهز لكن انا دايما اقول ان انا عندي شوية قواعد مهمة اول حاجة من فضلك ابدأ بعلاج القولون ليه لان علاج القولون طول ما القولون فيه مشاكل يبقى انا مش هقدر اعالج لكلة ولا كبد ولا قلب ولا اي حاجة يعني ايه يعني يجي لي مريض عمال يرجع يرجع يروح الدكتور يدي له حوام منع للترجيع منع للترجيع يا عم ادي لحوانة شرجية ادي لحوانة شرجية الحوانة شرجية هتخلي القولون يمشي يتوقف الترجيع خلاص فيبقى ابدأ بتنظيف القولون اولا ابعد عن الصهر اي واحد بيصهر بعد الساعة 10 ما يقوليش ان الدهو ما جابش نتيجة يعني اول ما بيجيني المريض بيقولي الدهو ما جابش نتيجة معايا بعرف انه بيصهر بعد الساعة 11-12 انما انت عاوز تخف يبقى الساعة 10 رما سأتي بقى في سريع يبقى الصهر يدمر المناع ابعد عن جميع اللحوم المصنعة سواء كانت لحوم او دواجن او حتى اسماك مجمدة اما تحب تاكل بروتين هات بروتين فرش طازج طازج ما عندناش ازمة والله الشمس ساعة كل يوم اتعود ان الشمس جزء من حياتك راجل او ست اتعودي اياتها المرأة الطيبة انت زابي الى السوق كل يوم امزل السوق اشتري خضار حديث وعهدم برب اشتري الجزر فرش واشتري الخص واشتري الخيار والطماطم اشتري اشتري كرومب فرش يعني اشتري اي حاجة فرش اتعودي ان ده سلوكك اليوم انك تروح السوق وترجعي في اي سن مش عايز اقول من سن عشر سنين لغاية سن تسعين سنة اتعودي انك تخرجي فالشمس ساعة كل يوم جزء من برنامج نبعد عن الخوف والقلق واليأس ما استطعنا بنستعين بالله فبنسجد بنطول السجود لما بنطول السجود لله بناخد من الله جرعة امل اخر حاجة اقول لكم عليها كانت لنا تلميزة وكانت يعني بتبحث عن الانجاب فذهبت الى كثير من الاطباء بتعمل حاجة اسمها اطفال انابيض هي تدي بويضة والمحاولة بكذا بعشر تلاف بخمساشر الف وحاولة اثنين تلاتة عشر محاولات فشلت يعني خسرت كل حاجة وبعت كل حاجة والاخر تقول لها نوقف بقى وقفة مع النفس قالت يعني قلت له نوقف مع النفس بقى احنا حننجب بطول السجود لله اذا قطلت السجود لله ودعوتيه والله العظيم سيكرمك بالزرية فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ومددكم بأمال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم انهارة قررت ان تسجد لله قبل الفجر كل يوم ساعة قبل الفجر وبعد شهر اتصلت بها قلت الحمد لله انا حامل قلت له عملت محاولة الاخلي لا عملت طول سجود ودعاء لله يا رب نكون كلنا كده يبقى لنا تجربة مع ربنا ان كنت قد احسنت فبفضل يا رحمتي قل بفضل يا رحمتي فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وان كنت قد اسأت فاستغفر الله وارجو ان تسامحون شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة